في ظل تصعيد المتواصل بين واشنطن وموسكو قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الدول الغربية تتسعى إلى إيجاد أسس قانونية لتحويل مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا وحسب تقارير غربية فإن حجم هذه الأصول قد يصل إلى 350 مليار دولار روسيا من جهتها وصفت هذه المساعي الغربية بأنها ستكون واحدة من أعظم عمليات السطو في التاريخ مؤكدة أن هناك الكثير من العقبات القانونية الكبيرة أمام هذا الإجراء بسبب القوانين الدولية التي تسمح بتجميد الأصول ولكنها لا تسمح بنقلها إلى دولة أخرى فكيف يمكن إذن للغرب تنفيذ هذا الإجراء وهل يمكن فعليا نقل هذه الأصول إلى أوكرانيا؟ هذا ما سأسعى أن أتناول مع ضيفين من بيروت الخبير في القانون الدولي دكتور بول مرقوس دكتور بول مرحبا بك معنا إذن منذ أكثر من سنة والنصف والغرب يتباحث في إيجاد مخرج قانوني في القانون الدولي لمصير هذه الأصول والتصرف بها اليوم إثارة هذا الموضوع من قبل وزير الخارجية الأمريكي على أساس أنه يسعون لإنشاء إطار قانوني لازم لاستخدام هذه الأصول ومصادرتها في إعادة إعمار أوكرانيا هل من مخرج؟ هل هناك شيء في القانون الدولي أو يمكن إنشاء إطار قانوني يسمح بهذا الأمر؟ لطالما دابت الولايات المتحدة الأمريكية على تجميد الأصول لدول والحكومات والأشخاص والكينات التي تعتبرهم متمردين ماريقين خارجين عن إرادتها سميها ما شئتي لكن دائما كانت تفعل ذلك أستذكر العراق جوش بوش عندما أحال الأموال العراقية إلى ما كان يسمى لجنة التعويض على ضحايا الغزو العراقي آنذاك مرورا بفنزولا والشركات الإيرانية أيضا وحتى إلى المصرف المركزي الأفغاني البنك المركزي الأفغاني أصوله أيضا كانت محل تجميد إنما كان ذلك يستند إلى قانون صادر في الولايات المتحدة الأمريكية ولازال معمولا به هو قانون الطوارئ الاقتصادية أو الحرب لسنوات السبعينات من القرن الماضي وبالتالي كان ذلك إجراءا أمريكيا ولو عابرا للحدود لأن القانون الأمريكي تعرفين أنه سوبراناشنال أو لونغ آرم ستيتيوت يعني يطال أي موجودات بالدولار وغيرها فكيف بالحال إذا كان ذلك في سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية ذلك سهل المشكلة اليوم أن هذه الأصول عن المشكلة اليوم أنه ثلثيها في الدول الأوروبية تحت ولاية الصحيح في الولاية الأوروبية وهذا نقطة ركز عليها وزير الخارجية لو سمحت دكتور وزير الخارجية الأمريكي على أساس أنه ثلثيها وبالتالي على الحلفاء الأوروبيين أن يكونوا مستعدين أقصى ما توصل إليه بعد كل هذه التباحثات والتدارسات الأوروبيون هو خطوات صغيرة وهو منح أوكرانيا الأرباح المكتسبة أو ناتجة عن هذه الأصول الروسية التي تقدر بثلاث مليارات دولار سنويا ومساهمتها في إعادة الإعمار هل هذه بداية خطوة قانونية وهل هي كافية في المنظور أو التوجه الغربي تماما أنت استكملت ما كنت سأذهب إليه وهي الإشكالية القائمة اليوم الإشكالية القانونية أن هذه الموجودات والأصول موجودة لكن تحت ولاية الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي وليس ثمة أي تنظيم أو قانون يسمح للدول الأوروبية بأن تقبض على هذه الموجودات سواء بالتجميد أو بالإحالة إليها أو إلى دولة أخرى طبعا في القانون الدولي ورجوعا إلى سؤالك الأول طالما لم يصدر قرار عن الأول المتحدة أو لم تكن هناك اتفاقية دولية تجيز ذلك فلا يمكن لأي دولة أن تقوم بهذا الإجراء حتى لا يعتبر ذلك مساسا بسيادة دولة أخرى وذلك يثير طبعا هواجس دول ثالثة يمكن أن تكون لديها موجودات أو أصول لدى الدولة التي تقوم بهذا الإجراء لذلك اليوم راهنا يصار إلى بحث المخرج الآنوني سواء عبر استصدار قانون أوروبي أو سوى ذلك ما لم يصدر هذا التشريع الذي يبرر ويجيز للدولة الأوروبية أن تمتلك أو تحجز أو تصادر أو تحيل هذه الأموال إلى ملكية أخرى فإن الإجراءات ستكون عادية جدا ولن تصل إلى مستوى إحالة هذه الأموال إلى أوكرانيا أو التصرف بها من قبل هذه الأخيرة ولكن إصدار قانون هل سيكون قانوني أم أنه قابل لعرضه أمام تحديات قانونية في المحاكم الدولية خاصة أنه وزيرة الخزانة الأمريكية قبل أن تتراجع لاحقا عن مواقفها سبق وأن أقالت أن تحويل الأصول سيكون غير قانوني بموجب القانون الأمريكي وبالتالي ألا يجعل هذا مسألة أنه طرحه لدعاوى قضائية تطعن فيه لتقويض الطيقة الدولية أيضا في الأصول الدولارية والغربية بشكل عام وتقلص نفوذ الغربي على مستوى العالم لأنه أي رسالة لبقية الدول صحيح أعتقد أن الأمر سيكون طبعا محل جدال قانوني ودستوري في القانون الدولي العام كما تفضلت في جزء الأول من سؤالك لكن أيضا من المهم ما خلصت أنت إليه من تهديد الثقة الدولية حتى لو صدرك هكذا التشريع بحيث أحيلت هذه الأموال لصالح دولة أخرى هي أوكرانيا في المثل الحاضر سيغيظ ذلك بقية دول العالم التي لديها مصالح لدى دول ثالثة من حيث الإدعات والتوظيفات والاستثمارات وسواها التي تخشى من ورائها أيضا أن يصار يوما ما ليس فقط إلى وضع اليد عليها عبر المصادرة والتملك لكن أيضا إلى إحالتها إلى دولة أخرى تكون عدوة لهذه الدولة في حرب محتملة قادمة شكرا جزيلا لك الخبير في القانون الدولي دكتور بول مرقص كنت معنا من بيروت